وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يحافظ على ثروات البلاد هذا القانون بيجعل فيه كيان واحد هو جهاز استثمار أموال المستردة وهذا الجهاز يبقى هو اللي يتولى عملية جمع هذه الأموال واستثمارها والحقيقة فيه نقطة مهمة جدا جدا في هذا القانون أنا أشت بيها في كلمتي في الجلسة العامة وهو إن هذا الصندوق أيضا حيستثمر الأصول غير المستغلة بقطاعات الدولة وشركات قطاع الأعمال ودي حاجة إيجابية جدا الهدف وفلسابة هذا المشروع القانون إن احنا تلك الأموال سواء الأصول السابتة أو الأصول المنقولة يتم تنميتها ويتم استثمارها الاستثمار الأمثل ودي حتى تؤدي إلى عائد للناتج القومي وذيادة في إيرادات الدولة إحنا طبعا كمجلس وفقنا عليه